السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو نموذج أسئلة مادة الأدب للصف الرابع العلمي طبعا المتابعين امتحنوا بيها ونشرتها لكم وراح حلها أدب رابع علمي ثلاث أسئلة جايبين ثلاث أسئلة سؤال الأول أجب عما يأتي ست نقاط أولا سبب تسمية الأفوة الأودي شاعر الأفوة الأودي يقول شنو سبب تسميته سبب تسميته لقب بالأفوة لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان هذا السبب مادة الشاعر الأفوة الأودي صفحة 72 اثنين لم يجد النثر قبل الإسلام من يهتم به ويرعاه مثل الشعر يقول لم يجد النثر من الإسلام من يهتم به ويرعاه هذه موجودة صفحة 117 117 طلعونا كتابكم الأدب على صفحة 117 شي يقول لم يجد النثر قبل الإسلام لم يجد النثر قبل الإسلام من يهتم به مثل الشعر ويرعاه ليش نقول وذلك لأسباب تتعلق بقلة الكتابة وعدم شيوعها وانعدام وسائلها بس هذه هو الأمر الذي جعل النثر فالمهم شنو جواب سؤال الثاني أقول أسباب تتعلق أولا قلة الكتابة وعدم شيوعها وانعدام وسائلها موجود صفحة 117 النثر في عصر ما قبل الإسلام الجاهلي الثلاثة مثل يضرب للانتفاع بآراء الآخرين هذه موجود صفحة 119 الأمثال يقول شنو المثل اللي يضرب به مثل يضرب للانتفاع بآراء الآخرين اللي هي المشورة أول الحزم المشورة يضرب لمن يستخرج آراء الآخرين وينتفع بها من هو المشورة هاي أمثال صفحة 119 زي شنو بعد عندنا أربع الحكمة في الإصطلاح هي موجود صفحة 118 الحكمة في الإصطلاح أقول هي عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المجتمل على المعرفة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به موجودة صفحة 118 الحكمة في الإصطلاح وينحكم والمثل زي خمسة بيت شعري بيت شعري يحمل معنى السجية شنو هذي هذي الشيمة أكو معاني معاني لازم تحفظون المعاني الصفحة موجود 103 بحاتم الطائق بحاتم الطائق الشعر حاتم الطائق شنو اللي يقول شعري يحمل بيت شعري يحمل معنى السجية معنى السجية هي الشيمة فشنو البيت البيت الأول وما من شيمتي شتم ابن عمي وما أنا مخلف من يرتجيني موجود حاتم الطائق صفحة 102 تمام ستة قدمت زرقاء اليمامة خوفها على خوفها على قومها في فراخ امتزجت فيها مشاعر زرقاء اليمامة هذه زرقاء اليمامة هاي موجودة صفحة 92 زرقاء اليمامة خلينا نطلع زرقاء اليمامة بالتحليل النص 92 شي يقول على قومها في صورة أدبية جميلة بالفراغ الأول في صورة أدبية جميلة امتزجت فيها مشاعر الحذر والقلق والخوف ز هس اشأدنا شوية سؤال الثاني خلصنا السؤال الأول سؤال الثاني ارد اذا كان العمود قويا شارك في الإصلاح والأعمار وإن كان متهاويا ايلا للسقوط شارك في ناقش العبارة هذا موجود السؤال الثاني موجود لحظة السؤال الثاني اذا كان في نص شعري مع استشهاد مع استشهاد بخمسة أبيات من النص نفسه ها هذه بالأفوه الأودي الخمسة أبيات بس وش يقول يقول رده إذا كان العمود قويا إذا كان العمود قويا شارك في الإصلاح شارك في الإصلاح وال أعمار آن شارك في الإصلاح والأعمار وإن كان متهاويا وإن كان متهاويا أيلى للسقوط شارك في خرابها ناقش هذه العبارة هذا شنو إذا كان العمود قويا شارك في الإصلاح ولا عمار وإن كان متهاويا أيلى للسقوط شارك في خرابها شارك في خرابها طبعا هذا بالأفوه الأودي صفحة 72 ويريد أبيات من النص استشهاد أبيات وهي هذه الأفوه الأودي خمسة أبيات يريد وشن السبب شنقول لابد لكل قوم من سائدة وزعماء عقلاء أصحاب رأي وحصافة وحصافة ومن دونهم يتحكم الجهلاء في الأمور فيحدث التنازع وتضارب المصالح فتعم الفوضى وتنحرف مكانه القبيلة فلا يمكن أن تبدأ دولة من دون أن تضع أعمدة تتلائم مع قدرتها وقوتها وتساند ما وجدته من أعمدة من صنع من سبقها ثالث ثالث والأخير عدد خمسة من خصائص النثر في الجاهلية خصائص النثر صفحة 117 خصائص النثر 117 يريد خمسة هي تقريبا خصائص النثر خصائص النثر خمسة طبعا جزالة الألفاظ صحة التراكيب جودة الصورة قصر الجمل وتوظيف المحسنات البديعة كالسجع والجناس والمقابلة والأساليب البيانية كالاستعارة والتشبيه والكناية إلى جانب تصوير الحياة في هذا العصر هو يريد جهد خمسة إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو أدى رابع علمي الشهر الثاني